من الأفضل أن لا تثير غضب الكارما فهي لا تحب هذا وتهدد الأشرار على الطريق وترد على المخادعين وتعامل الأشرار بنفس طريقة تعاملهم في هذه الحلقة سنتعرف على هذه الحالات وغيرها من حالات الكارما هيا بنا عادة ما تلحق الكارما بشخص ما في موقف معين ومع ذلك نبدأ بما يسمى الكارما المزدوجة نرى ازدحاماً مرورياً كبيراً بالكاد يتحرك أحد السائقين لم يتحمل ذلك وقرر السيرة في الممر المحظور في النهاية فقد المزيد من الوقت وأصبح أحد السائقين الذين قبضت عليهم الشرطة تحقق كم من الأشخاص على عجلة في الواقع هؤلاء عادة ليسهم بل هم أشرار وأشخاص يحبون اكتشاف الأمور على الطريق ويتبع ذلك الكارما قرر السائق سيارة شيفرليه تسوية الأمور مع مصور هذا الفيديو لكنه هدأ بسرعة أسكتته الكارما على شكل شرطي قريب على الفور أحياناً لا يجب أن تذهب لمكان حتى تعاقبك الكارما يكفي أن توقف سيارتك في المكان الخطأ كما فعل هذا السائق توقف أمام صنبور المياه لن ينتظرك رجال الأطفاء لتغيير مكانها لهذا اضطر لكسر نوافذ وتمديد خرطوم من داخل السيارة ولكن برأيي هذا درس ممتاز لما ليس عليك القيام به وما لا يجب عليك فعله على الطريق هو إلقاء القمامة لا يعتقد أن أي شخص يحب المشي في مدينة قذرة ولكن ما زال الناس يرمون القمامة ألقى هذا الرجل جرة وكيساً بلاستيكياً من نافذته وتم تحذيره على الفور ولكن لن يكتفي هؤلاء المشاغبين بالكلمات فقط التقطت فتاة القمامة واندفعت خلفه لتنقنه درساً أصعب توقف عندما حطت الوقود ولم تمتلئ سيارته بالبنزين فحسب كذلك بالقمامة ما رأيك؟ هل سيرمي القمامة مجدداً؟ أحدهم لا يرمي الأكاس من السيارة فحسب بل أيضاً الزجاجات التي قد تؤذي الآخرين نحن نتحدث أيضاً عن زجاجات الكحول أولئك الذين لا يهتمون بأي شيء يشربون أثناء القيادة ثم يرمون زجاجة للخارج لكن يبدو أن هذا الرجل قد شرب كثيراً إذ نسي فتحاً نافذة عقبته الكارما مرتين وهذا بدى ملحمياً الآن لنترك الطريق ففي النهاية هذا ليس المكان الوحيد المشهور بالمواقف الغريبة بعضها يتم تصويره بكاميرات مراقبة المتاجر إذا فكرت في عمليات السطو فأنت محق لكنك لم ترى مثل هذا اللس من قبل على ما يبدو انتهت جميع الأقنعة في المدينة بما أنه قرر الذهاب وسرقة محل الهواتف بصندوق على رأسه سقط هذا الهيكل الضعيف وكشف المجرم عنواجه فوراً تم القبض عليه وإحالته للمحكمة ماذا تعتقد؟ ماذا سيسمونه في السجن؟ أخبرني في التعليقات سأضع إعجاباً على التعليق الأفضل بعض المجرمين لا يفكرون في خطة حتى في أغبى الخطط إنهم يدخلون متجراً ويعتقدون أنهم سيخدعون مساعد المتجر ويتجنبون المسؤولية تظاهر التايلاندي بأنه يشتري سلسلة وقام بتجربتها وتظاهر بأنه يقترب من المرآة لكنه حاول الهرب فجأة لكن فهم مساعد المتجر ذلك منذ البداية وأغلق الأبواب بقي اللص سيء الحظ حتى وصول الشرطة أعتقد أنه كان يمكن أن يفلت من العقوبة متظاهراً بالمزاح كان يجب عليه أن يصرخ بأنها مزحة وقد صور صديقه من الخارج بالحديث عن المقالب لدينا بعضها مثلاً مسحة مع سلة المهملات كان سخيفاً ولكنه غير مؤذن لهذا لم تسخل الكارما من الفتاة كثيراً يوجد هنا عقاب أقوى جلست الفتاة على سلة المهملات لكنها لم تعتقد أنها تدور ولهذا انقلبت رأساً على عقب وسقطت وتلاثرت القمامة عليها وفي الشارع بالتأكيد كان عليها أن تنظف ربما هكذا عقبها صندوق القمامة هل تعتقد أنه قادر على ذلك؟ إذن ماذا تقول عن هذا؟ حسناً بعيداً عن المزاح كانت النتيجة متوقعة تلقى المشاغب ضربة على وجهه بسلة قمامة فرم القمامة وشعر بالخجل أمام أصدقائه وأمام الإنترنت طبعاً ليست فقط سلة قمامة عشوائية يمكنها الانتقام من مثيري الشغب بل رجل ثلج لا يا لن يكون حياً ولن يجمد كل شيء كما في بعض الأفلام شاهد رجل الثلج الرائع هذا إنه ليس كبيراً فحسب بل أيضاً حازم جداً وله سر إذا جاز التعبير عرف الرجال أن المخربين سيدمرون هذا المخلوق المصنوع من الثلج فبانوه حول جذع شجرة في الليل قرر سائق دهس رجل الثلج لكن نتيجة لذلك صدم السيهارته لكن برأيه إن هذا قراراً ممتاز ضد المخربين وفي هذا الصدد لا يجب تدمير شيء ما ففي نهاية المطاف كان الناس يبنون ذلك لا يهم ما هو رجل ثلج بجوار المنزل أو سلة مهملات أو هذا الجسر الخشبي مثلاً لسبب ما أخرجت الفتاة أحد الألواحي وعقبتها الكارما فوراً سقطت مباشرة في الحفرة يجب أن لا تنسى أن الحيوانات البرية خاطرة وينطبق هذا خاصة على الحيوانات المفترسة القوية كالدببة لا تقترب منها حتى داخل القفاص وإلا فإن هذا سوف يحدث أراد الرجل فقط التقاط لقطات رائعة للدب لكنه تلقى ضربة على وجهه مقابل ذلك من الجيد أن الدب لم يكسر الهاتف ولا يده حذره من العبث بعد الآن يقولون إن الكلب أفضل صديق لنا إذا كان كذلك من هو أفضل صديق للكلب؟ الإنسان نفسه؟ ربما لكن أيضاً الكارما تتوافق جيداً مع الكلاب وتساعدها عند الحاجة فمثلاً ذهب رجل مخمور في الشارع واصطدم بكلب وقرر ركله قليلاً بالكاد سبب أذى للكلب في حين سقط على السيارة نعم ربما أخافه الكلب قليلاً ومن هنا جاء رد فعله برأي لم يكن عليه أن يركل الحيوان تحدثنا عن الكلاب لذا لذكر حيوانات أليفة أخرى القطة هنا أحدها ربما يكون طائشاً إذا كان يستقر على غطاء السيارة يجب أن نساعد هذه الحيوانات في حين أن هذا الرجل على عكس ذلك قرر طرد القط رأى الحيوان مهتماً بساقه وبشكل عام ترى كل شيء بنفسك ربما سيعطي القط تلميحاً للرجل حيث توجد أقرب خدمة للسيارات لكن أحياناً تحاول القطة إخافتنا خاصة عندما نلعب معها تحب هذه القطة إخافة الرجل عندما ينزل للأسفل تختبئ وتقفز للخارج فجأة استراتيجية شيدة لكنها لم تعتقد أن الكارما ستتبعها فقرر المضيف فعل ذلك وكانت هي التي خافت منه حين نزولها في الواقع لديها ألعاب رائعة يمكنك وضع إعشاب الآن شيء أكثر من الخوف ماذا تعتقد؟ من سيخيف الفتاة؟ حصان أم حارس عليها؟ الحارس طبعاً يمكن لهؤلاء الرجال التقاط بعض الصور مع الناس لكنهم صارمون بالنسبة للمسافة بمجرد أن يكسرها الناس يمكن للحارس أن يصرخ عليهم بحيث يخاف أي شخص وفقاً للتعليمات لا يحق لهم الدخول في محادثة وهم في الخدمة في حين يمكنهم إصدار أمر لمن يزعجهم من طلب الخدمة وكيف يريدون في إنجلترا يعتبر الأوصياء مشاهد حية لكن ماذا عن تركيا؟ من أحد رموز هذا البلد؟ ماذا عن الذين يصنعون المثلجات ولا يقدمونها للعملاء؟ أحياناً يتعين عليك القتال معهم لعدة دقائق حتى يعطونك إياها ويشعر الكثير من الناس بالغضب حيال ذلك لكن هذه المرة كانت الكارما بجانب العميل انتقم هذا الرجل من كل رجال المثلجات الأتراك هؤلاء وخدع المراوغ مع ذلك بائع المثلجات لم يبذل أي جهد على أي حال تبين أن الفيديو إيجابي وهذا هو الأهم هذا الفيديو ليس إيجابياً أبداً كانت الفتاة تغزل السيارة ولا شيء ينذر بالمتاعب عندما انفتحت النافذة وسكب السائق شيئاً عليها لكنه لم يختل المكان الأفضل لذلك فقد وضعت الفتاة الخرطومة على النافذة وغسلت السيارة من الداخل بشكل غير مخطط له يبدو لي أن بعض المهن مستعدون دائماً لمثل هذه الأشياء السيئة من عملائهم ربما ليست أول مرة يسكب ماء على الفتاة لكن برأيي إنهم عمال مقهى السيارات الذين يواجهون المقالم هنا فيديوهات كثيرة تظهر تعرضهم للخداع من قبل الناس وهذه الفتاة منهم أطلقت على العامل من مسدس مائي بينما هو ألقى قنبلة الصودة على شكل كوب من الكولة ربما الأمر صعب لكنها تستحقه قرر الرجل أن يسكب الماء على صديقته عندما كانت تفعل شيئاً ما في الأسفل فعل ذلك لكنها عادت إليه وألقت عليه بقنبلة مائية رداً على ذلك ربما ليست هذه هي المرة الأولى للفتاة وقد أعدت نفسها مسبقاً هنا لدينا مسحة أصعب وأقوى قرر المخادع إلحاق الأذى بصديقه من أجل هذا الفيديو لكنه عقب بشكل مناسب بالكارما قامت هذه العصى بضرب الرجل المخادع بكل قوتها ولكن طفلاً آخر كان يعاني من الألم أكثر قرر أن يصور فيديو جميل وهو يرمي قالوليني من الحليب بأحد المتاجر ولكن الكارما علمته درساً فقد انزلق وسقط أرضاً بالتأكيد عمال النظافة لا يحبون هؤلاء الفكاهيين وهم غاضبون جداً من ذلك مع ذلك إلى حد بطل الفيديو التالي قام سائق سيارة بملاحقة صاحب هذا الفيديو وعندما تركه خلفه انطلق في مطاردة ثم بشكل كلاسيكي بدأت تظهر البذاءات قد تسأل أين هي الكارما؟ كل شيء سيحدث حاول الوحشي التقاط صاحب البلاغ بالكاميرا لكنه أسقط هاتفه عن طريق الخطأ على الطريق السريع لكن حتى هذا لم يمنعه فهو لم يعد لالتقاط الهاتف بل واصل المطاردة التي بلا معنى وأخيراً ترك هذا الرجل خلفه وتوقف وبدوره قرر عدم الشجار معه وذهب بعيداً وترك السائق الغاضب خلفه في حالة من الغضب شخصياً لا أفهم لماذا يشعر السائقون بالغضب تجاه غيرهم بجانب هذا يبدو الأمر غير معقول أحياناً مثلاً نرى هنا المصور يصور سيارة شاحنة ويظهر له السائق لفتة بثيئة غير واضح إما إذا كان المصور قد تجاوزه أم أنه ظهر شيء واحد واضح الكارما لا تحب ذلك بعد فترة انزلقت الشاحنة وتضررت كان عليه أن يبقي عينيه على الطريق قرر هؤلاء الرجال لعبة سابواي سير في الواقع ليست فكرة سيئة لكن لم يكن عليك إفسادها بألفاظ بذيئة تمت معاقبة الشرير بالكارما تحت ستال عمود إنارة لو كان في اللعبة لكان المفتش قد قبض عليه مع كلم الآن دعونا نعود للطريق الطبيعي إذا كانت بعض الصراعات غير معروفة سببها هنا كل شيء واضح لم يحافظ سائق الهونداي على المسافة وتخلف قليلا عن مصور الفيديو ولم يكن يقود السيارة بأمان من الجيد أن السائق المتهوير تركه خلفه بسرعة لا هذا ولا ذاك واصل القيادة بنفس الطريقة خلفه وتجاوز سيارة أخرى لكنه لم يفهم أنها سيارة الشرطة نها لها من ميزات للشرطين للأسف بعض السائقين لا يزعجون السيارات فحسب بل يزعجون المشات ويسببون مواقف خطيرة غالبا ما يحدث ذلك عند معابر المشات كهذه الحالة كان الرجل على حق في الانتظار وإلا فسوف تدهسه السيارة كان سعيدا عندما سمع وراء أن الشرطة تقترب من السائق المسرع لا نعرف ما إذا كان بعض السائقين يفهمون أنه يجب عليهم التوقف إذا لم تتحرك السيارات الأخرى بالضبط هذا السائق لا يفهم ذلك لقد ضغط على المكابح ودخل الحمار الوحشي وقام أحد المرة بتلقينه درسا إنه أمر متهور وجريء لكنه فعال في الحقيقة ليس فقط السائقين يتصرفون بغباء على الطريق أحيانا الآخرون ليسوا أفضل مثلا راكبوا الدراجات بعضهم يعتبرون أنفسهم سائقي سيارات في وسط الطريق كهذا الرجل أراد إثارة السياء المصور لكنه تخلى عن حذره واستضم بسيارة متوقفة ووقع في مشاكل سائق الدراجات النارية فعل شيئا مغريبا فهو يقطع الطريق على السائقين الآخرين ويغفز من ممر إلى آخر ويتخيل نفسه قائدا على الطريق بأكمله إذا كان كذلك فلا يغضب من الكرمة فقد السيطرة واستضم بإحدى السيارات الآن عليه دفع الكثير لترتيب الأمور انتباه حيلة حول اللقوع في مشاكل مع الشرطة على الطريق بشكل فوري وفعال لا يجب الصراخ أو الانجراف أو القيادة بسرعة يكفي استخدام دراجة والقيام بمثل هذه الخدعة بدى ذلك مبهرجا لكن هل كان يعتقد جديا أنه يمكنه الصعود على سيارة الشرطة دون عقاب؟ لا أعتقد أنه سيهرب من رجال الشرطة من الواضح أنه يمكن استخدام عربات التسوق في المتاجر لكن لا يجب أخذها لكن لا يعرف الجميع ذلك قرر هذا الرجل سرقة العربة ووضعها في صندوق السيارة ليس واضحا سبب حاجته إليها لكن العربة لم تستسلم دون خوض قتال النافذة المكسورة هي تأكيد ذلك لا يجب أن تفسد طبيعة الأشياء وتتدخل في علم الأحياء ليس من أجل الصالح العام قررت هذه الفتاة تدمير نفتة صبار كبيرة لسبب ما في حين حذرها الأخير أنها فكرة سيئة هذه القبلة الشيكة ستغير علاقتها بالنباتات اليوم رأيت عددا من حالات الكارم المرتبطة بصناديق القمامة وإليك حالة أخرى قررت هذه الفتاة المشي على مجموعة من صناديق القمامة في البداية نجحت بذلك لكن تبين أن إحدى العقبات كانت أصعب وأظهرت للفتاة أنه من الأفضل أن لا تلعب هذه الألعاب المزيد عن الأشرار على الطريق هناك الكثير منهم حيث سيتم إنشاء حلقة منفصلة عنهم هذه المرة خرج السائق بشكل حاد من الموقف وكان على وشك الاستضامة بالمصور لم يكن كافيا أنه مخطئ بل أظهر إصبعه الأوسط كما فهمت بالفعل فإن الكارم لا تحب ذلك تمنح العشرار استدامات خلقاء ومشاكل غير ضرورية هذا ما حدث هنا الماء ليست هادئة أيضا فهناك أيضا متباهون هنا قرر هذا الشخص إظهار مدى قوته في ركوب دراجة مائية وغمر الناس على متن القارب بالمياه لم يكنوا مسرورين ولكن ليس طويلا لاحقوا به ورأوا أنه ركض إلى رصيف وكسر دراجته المائية باختصار لا تغضب الكارم ستحتاجها لاحقا غالبا تأتي الكارم الفورية للأشخاص على الطرق لأنه كثير ما تنشأ صراعات مختلفة بهذه الحالة كان السائق يقود بسرعة وكاد أن يصدم فتاة رغم أنه مخطئ إلا أنه خرج لواجهها لكنه لم يأخذ بالاعتبار أن ركالات الفتاة ليست أسوأ من مدرب الكارتي حسنا في الواقع هذا الفيديو تم إعداده وترويجه للإعلان عن مسلسل واحد لكن كانت كلك اللحظة رائعة كاللحظات الحقيقية لغضب على الطريق الآن أمامنا حلقة حقيقية بدون تزييف سائق السيارة الحمراء أغضبه شيء ما فأغلق الطريق وذهب للتعامل مع المصور في الواقع لم يذهب بل تخطى ويبدو مضحكا بالفعل عند معرفتي أن من يرتدي بانطالة اليوغا يتنمر يصبح أمتع لكن المعتدي نفسه ليس في مزاج للنكات فهو يقرع النافذة بشكل عدواني وليس لوقت طويل سرعان مركض لأن الشرطة كانت قريبة ينتهي الفيديو والنهاية غامضة هل تعتقد أن الشرطة قبضت عليه؟ ما زلنا على الطريق لكنه الآن مختلف هناك لن يتوقف أحد كل شيء يحدث أثناء الحركة قررت إحدى الفتيات أن تزعج المصور لكن انتهى الأمر بمعاناة أصدقائها في الواقع بالكاد أصبنا لكن الأمر كان غير السار بالنسبة لهم بعكس المصور سيحدث شيء ما عند هذا التقاطع أيضا قررت الفتاة القفز أمام سيارة بيضاء وتجاوزها حسناً والآن عليها دفع ثمن إصلاح سيارتها والسيارة التي صدمتها الكارما موجودة بالتأكيد لراكبي الدراجات كل الحق بالقيادة المهم هو اتباع القواعد والسلامة وعدم جعل أنفسهم ملوك الطريق عليهم تذكر أن السيارات لا تزال أهم لكن هذا الدراج لا يهتم قرر أن يبطع الجميع مما أدى لإبطاء حركة المرور وقام بالسخرية من المصور الكارما لا تحب هؤلاء الأشخاص لذا تلقي بهم على جانب الطريق لا بد أن هذا أخيه على الأقل أخ بالعقل لقد شغل هو أيضاً مساراً كاملاً وقاد ببطء وبوتيرة بطيئة ولم يفسح المجال لأي شخص كالدراج السابق ساخر من السائق وتعاقبه الكارما فوراً على ذلك بعد ذلك سيركب فقط في ممرات الدراجات هذه لقطات أخرى لراكبي الدراجات هذه المرة لم يقطع الدراج الطريق ولم يتدخل بحركة المرور لكنه تجاوز الإشارة الحمراء ولسوء الحظ كان هناك دباط شرطة هناك كان رد فعلهم سريعاً قاموا بتشغيل سفارة الإنذار ولحقوا به لتغريمه إنه شيء عندما يعطلك راكب دراجة أمر مزعج لكن ليس أكثر من ذلك يكون الأمر أسوأ عندما تعطلك السيارة هذا بالفعل أخطر هذا ما فعله سائق السيارة حيث سرك المسارة بوقاحة ربما الرجل الوقح يعتقد أنه أروع رجل بالعالم هل كان رائعاً عندما رأى رجال الشرطة؟ وهنا اعتقدت أن هناك شرطياً على الدراجة بالسبب السي المماثل لكنه مجرد مغرور آخر يعتقد أنه ملك الطريق ويمكنه تجاوز الجميع هذه المرة كانت شاحنة بعد ذلك يذهب لملء البنزين للمزيد من التصرفات الغبية لكنه تلقى صفعة من سائق الشاحنة عادة ما يفعل سائق الدرجات كل الأشياء الغبية إذا كنتم تتابعونني لا أقصد الإهانة الآخرون هم سائق الشاحنات إن هؤلاء الرجال جادون يفهمون الحجم الضخم لسياراتهم بالتالي لا يفعلون أشياء غبية لكن هناك استثناءات شعر هذا السائق بأنه ملك على الطريق لم يسمح لأحد أن يسبقه وفي نفس الوقت كان يقود ببطء أغضب العديد من السائقين لكن الرجل لم يهتم لقد أغضب الجميع لعدة دقائق متواصلة ذهب لي أبعد من ذلك حتى لم يسمح لشاحنة أخرى بالمرور كان على السيارة الضخمة محاولة المرور أتت كارما أخيراً وسرعاً ما عقبته حيث انزلقت سيارته وسقطت بالطبع اتمنى أن يكون السائق بخير لكنه كان خطأه كبيراً من الواضح أنه لم يعتقد أن أحداً كان في عجلة هناك الكثير منهم على الطريق يكون بعض الأشخاص في عجلة لدرجة أنهم يخالفون القواعد مثلاً ينحرفون نحو حركة المرور المقابلة مثل هذا كان السائق متأكداً من أنه سيخدع الجميع ويكسب الوقت لكنه في نهاية فقده ظهرت الشرطة من العدم والآن سيقضي بضع ساعات غير سارة معهم قد يسحبون رخصته أيضاً كان هناك سائقون ودرجون ولكن ماذا عن المشات؟ هم أحياناً يقومون أيضاً بأشياء تعاقبهم عليها الكارما هذا شارع عادي في بولندا حيث يقوم السائقون بما في ذلك مصور الفيديو بعملهم الضوء أمامهم أخضر وبالطبع يقفز أحد المشات حالة كلاسيكية حاولت المرأة العبورة عند الضوء الأحمر لكنها فشلت هذا أفضل لقد أنقذتها الكارما لأنها لو لم تسقط لكانت صدمتها السيارة حسناً سنعود للحظات الطريق بضع مرات أخرى لكن الآن أقترح تغيير الموقع إن الكارما يمكنها اللحاق بالناس في أي مكان تريد أحد الفتيات الاهتمام وتقف على البرميل لكن الثانية تدفعها عدة مرات إنها تريد أيضاً الاهتمام وقد تحققت رغبتها من خلال الكارما بعد هذا الفشل لم تعد مضطرة إلى تسلق أي براميل والجميع لاحظها على أي حال ما هو شعرك تجاه الكلاب الضالة؟ شخصياً لا أحبها وأخاف منها لا أعرف ما تفعله وما إذا هي مريضة لكن لا يوجد حيوان يستحق الراكل ستحميها الكارما دائماً بهذه الحالة هذا الكلب لم يشكل تهديداً كان يقف بسلام لقد فعل الرجل شيئاً سيئاً لذا فهو يستحق السقوط إن محاولة ركل كلب ضال شيء ولكن ركل ثور حقيقي شيء آخر ليس من الواضح لماذا فعل الرجل ذلك لكن الثور علمه فوراً درساً بضربه بقرنيه عدة مرات السرقة دائماً سيئة خاصة سرقة أغطية مجال التصريف قررت الكارما أن تظهر للنص ما يمكن أن يحدث إذا تم فتحه أتسأل عما إذا كان قد أعاده لمكانه أم أنه قرر البقاء في عالم الجريمة أكثر تخيل أنك متعب تركب متر الأنفاق وتريد أن ترتاح قليلاً أثناء الرحلة لكن هناك من يزعجك كثيراً شخص يحب كرة القدم من المحتمل أن أولئك الركاب كرهوا نادي تشيلسي بعد هذه الرحلة كان هذا المخمور يردد اسم النادي بصوت عال ويزعج جميع ويكاد يسقط على الركاب الجالسين عدة مرات لم يستطع الناس تحمله وقام أحد الرجال بدفعه للمحطة ربما كان من مشجعي أرسنال أو توتنهام في الرياضة عليك دائماً المضية قدماً وعدم الاسترخاء حتى خط نهاية لكن هذا الرياضي ذو القميس الأبيض ظن أنه فاز وأنه يمكن رد الأمطار الأخيرة بهدوء بنفس الوقت إثارة حماس الجمهور واستغل خصمه هذه الحماقة وانتزع الفوز عند خط النهاية أستطيع أن أتخيل مدى انزعاجه من الرائع أن الفائز ساعده على الوقوف لقد كان أمراً لائقاً هذا ما تعنيه الرياضة لقد كان لدينا بالفعل لس ماذا عن اللصوص الذين وضعوا أعينهم على دراجة أو دراجتين وتبين أن اللصوص فتاتان مع بعض الكرات المطاطية من الصعب تصديق أنهم يسرقون لقد رأوا باب المرآب مفتوحاً بالمنزل وقرروا عدم ترك الدراجات انطلقت إحداهما دون مشاكل لكن الأخرى واجهت صعوبة انقلبت بالضغط على الفرامل رغم أن الدراجات سرقت علمت الكارما أحد اللصوص درساً وبما أنه تم تصويرهم فإنهم سيتم العثور عليهم واعتقالهم لا تقلل أبداً من شأن الإواز تبدو فقط غير ضارة وحتى رشيقة في الواقع لديها الكثير من العدوانية والمزاج إذا غضبت ستظهر كل مجدها كانت الفتاة مقتنعة بهذا تماماً عندما حاولت التسلل للإواز وكانت محظوظة الإواز قوي جداً يقرص منقاره بشكل مؤلم وقد يسبب إصابات خطيرة لذا لا تعبث معه مرة أخرى نعد للسرقة أحياناً نتساءل عما يسرقه الناس الدراجات وأشياء أخرى كلاسيكية لكن كرسي من الفناء الخلفي لماذا يريد هذا اللصو ذلك؟ لدي سؤال آخر هل كان يريد حقاً رفع كرسياً ثقيل فوق السياج؟ حتى الكارما ضحكت عليه وأوقعته على الأرض قام اللصو بمحاولة أخرى لكن على ما يبدو في النهاية فقد قوته وأستسلم لن أتفاجأ إذا جاء مجدداً لسرقة الشوايا ترتبط الشوايا بشيء ساخن كرجال الإطفاء بالحديث عن هذا لماذا لا تشاهد هذا الفيديو لرجل إطفاء؟ لا أعرف إذا كان يضع شيئاً ما أو يوضح كيفية عمل خرطوم الماء لكنه لم ينجز المهمة عندما تباهى أمام الكاميرا عاقبته الكارما هذا الفيديو يعلمنا أنه يجب الإمساك بخرطوم الحريق بإحكام تحت الضغط لكنني أظن أن هذا محروف ويعلم الجميع أن الطوبة ثقيل ويمكنه كسر الأشياء كالزجاج هذا ما سيفعله المجرم في هذا الفيديو رأى سيارة وقرر إما سرقتها أو فتحها وسرقة جهاز الإستيريو أو شيء ما أداة الاقتحام جاهزة يرميها المجرم على السيارة أو تحميها الكارما بطريقة ملحمية ليس لدي أي فكرة كيف لم يكسر الزجاج وكيف ارتد مرة أخرى هل لديك تفسير؟ لا قد رأينا بالفعل الطرق المتعددة والآن لنرى الترابية هي رائعة لركوب دراجات وهذا ما يفعله هؤلاء الشباب قاد أحدهم عمدا عبر بركة مياه وغمر الآخر لم يكن لطيفا من الفيديو يبدو أن المصور أسرع وحاول لحاق بالرجل الواقح لتلقينه درسا يمكنه الاسترخاء الكارما فعلت ذلك فاشل الواقح بالسيطرة على الدراجة وسقط في البركة بعض المتنمرين يركلون الكلاب بينما يضايق أخرون القرود كهذا السائح لسبب ما اعتقد أن دفع القرد للبركة سيكون أمرا ممتعا وأن ذلك لن يؤثر عليه لكنه كان مغطئا تمكن من الفرار داخل المبنى لكن بالحكم على الحقيقة إن قريب القرد متورط وإن الضحية بقي بالقرب فمن الواضح أنه لم يترك الرجل بمفرده لنعود للطرق المعتادة إن الكارما مختلفة عليها يصطدم البعض بالسيارات أو يسقطون من الدراجات ويتعرض البعض لصدمة مثلا الذين يحبون القمامة ألقيت قمامة من السيارة الحمراء ومصوروا الفيديو كالبطل الخارق ينقذ الكوكب من هؤلاء الأشرار ومقابل الغلاف الذي ألقي دفع السائق ثمنا هذا بالرماد وأعقاب السجائر يتحرك البطل الخارق ويبحث عن المخالفين الآخرين هنا واحد آخر ألقى زجاجة يصل المصور لسيارته ويرصق الزجاجة في المرآة حاسرا هذا أفضل من الاستحمام بالسجائر بعد بضع جولات يذهب للمطعم لكن يوجد أشياء لفعلها هناك أيضا رأى رجل مكافحة النفايات شخصا في السيارة يرمي كيسا على الأرض يلتقطه ويلحق بالرجل ويلقنه درسا سيكون الأمر قاسيا لكنه فعال بأي حال هناك من لا ينزعج من الذين يرمون القمامة حسنا لنمضي قدما هنا نرى لقطات كاميرا المراقبة بما يعني أن هناك شيء إجرامي وهو كذلك توقفت السيارة الحمراء لأجل الوقود وتوقف بعض المشبوهين بالقرب بدأوا بفتح الأبواب ومحاولة الاختطاف لكن السائق لم يكن بسيطا قاد ولقنا المجرمين درسا فورا مع الأخذ في الاعتبار أنه تم رصدهما وسيارتهما فلن يصعب العثور عليهما واعتقالهما تحظى السجائر الإلكترونية بشعبية كبيرة مما يعني وجود أموال وهذا يعني أن السرقة ستنجح هذا ما اعتقده اللص في هذا الفيديو دخل إلى المتجر وأخطأ فورا تقريبا أولا أسقط بندقيته ثم لم يتمكن من القفز ثم نفذ هاربا بشكل مثير للسخرية ذكرني بالحي تيئي عندما تقوم بالجري والقفز ربما كانت هذه خطة اللس ربما أراد إعطاء الفتاة سلاحا للدفاع ضد اللصوص الحقيقيين بعيدا عن المساح كان ذلك مضحكا تعمل الكارما جيدا ضد اللصوص تظاهر هذا المجرم بأنه ينظر إلى الهواتف لشرائها لكنه حاول الهرب لم يدرك أن هذه المتاجر عادة تجهز بحواجز الأبواب بسبب الأشخاص الماكرين عندما أدرك أنه فشل بدأ بالإيقاع بأصدقائه قائلا إنهم جعلوه يفعل ذلك تخيل كيف يكون الأمر عندما يقبض عليك ثم تكون مع الذين حاولت سريقتهم بالمناسبة قرر صاحب المتجر ذو القبعة البيضاء منحه فرصة لم يتصل بالشرطة وتركه يذهب ولاحقا عرض على اللص أن يأتي للعمل في متجره حتى يحصل على أموال نظيفة وليست إجرامية هذا تصرف عظيم بالنسبة لي أتعرف ما هو الرائع أيضا زجاج محلات المجوهرات في الأفلام تظهر دائما على أنها هشة وتنكسر فورا ويسرق المجرمون الماس والذهب دون صعوبة لكن في الحقيقة مختلفة القلص حجرا على الزجاج لكنه لم ينكسر وكأنه زجاج مضاد للرصاص عدة محاولات لم تسفر عن شيء وسرعان ما طارده صاحب المتجر بالعصى هناك مجرم آخر حاول سرقة شيء ما من المستودع لكنه فشل كما فشل بالهرب الناجح أيضا تم إيقافه بواسطة دارابزين رغم أنه لم يركض بسرعة إلا أنه ضرب بقوة كان محظوظا لأنه أثناء جلوسه لم يلحق به أحد الحراس لنكتفي من المجرمين لهذا اليوم دعونا ننظر للكلاب نعلم أن الكلاب تحب النباح على شخص ما وقد لا يكون هناك أي شيء جدي فهي فقط تتباهى كهذا الكلب الذي قرر النباح على الدجاج خلف السياج الجميع شجاع خلف السياج حاول النباح في وجهه هذا ما اعتقدته لم يعد الكلب جريئا بعد الآن ويبدو أنه يريد العودة للخارج عندما تقوم بمزاح أصدقائك كن مستعدا للكارمة قرر السائق إخافة صديقته وأطلق بوقه فجأة لا قد أخافها ولكن الآن سيتعين عليه تنظيف الزجاج الأمامي الآن لديك عشرين دقيقة من الحقائق غير المفيدة المذهلة إذا نقرت على الحلم بنفسك يصبح الأمر صعبا في سبع ثوان هذا هو رد الفعل المنعكس الذي نشأ أثناء التطور البشري عندما يلمس الرضيع حلمة أمه فإنه يقسو مما يجعل الرضاعة الطبيعية أسهل يتم تشغيل نفس الآلية عندما يتم ضغط الحلم لذا هل ضغطت عليه؟ هل كان يعمل؟ ثم يمكنك تجربة جسمك أكثر قليلا مثلا من حيث المسافة والطول المسافة من ثني المرفق إلى المعصم هي طول القدم وإذا تم ضرب نفس المسافة بأربعة تحصل على طول خطوتك عند تناول الكرافز يهدر الشخص سعرات حرارية أكثر مما يحصل عليه الكرافز أحد الأطعم القليلة التي لا تحتوي على سعرات حرارية يستغرق الأمر ضعفا إلى ثلاثة من أضعاف الطاقة للهضم مقارنة بالاستهلاك لذا بإمكانك إضافته لخطة نظامك الغذائي في 1998 طور مخترع من جنوب إفريقيا مع BMW طريقة غير عادية لحماية السيارات من السرقة جاء نظام مكافحة السرقة ردًا على سرقات السيارات التي كانت تغرق البلاد وتسبب الكثير من الضحايا تم تشغيل جهاز المسمى بلاستر بواسطة دواسة القدم إذا تعرض السائق للهجوم من قبل المجرمين فيمكنه ببساطة الضغط على الدواسة وسوف تصطاد النار الخاطفين حتى على بعد أمتار قليلة كانت الطريقة وحشية لكنها قانونية تماما مع ذلك تم إيقاف بلاستر في 2001 لتكلفته الدب القطبي خطير حتى لو كان ميتا إذا أكل شخص كبده فمن المحتمل أن يموت هذا لأن المعيار اليومي لفيتامين A للبشر من 800 إلى 900 ميكرو جرام ومجموع 100 جرام من الكبد يحتوي على 400 ألف ميكرو جرام من الفيتامين A الجميع يعرف مدينة بنكوك لكن هل تعلم أنها تدعى رسميا شيئا آخر تمت ترجمته حرفيا مدينة الملائكة مدينة الخالدين العظيمة مدينة رائعة من الأحجار الكريمة التسعة مقر الملك مدينة القصور الملكية موطن الآلهة المتجسدين التي أقامها في شفا كرامان بناء على طلب إندرا ليس مستغربا أن تكون بهذا الاسم الذي سمح لها دخول كتاب كنيس هل تعتقد أنه عنوان طويل؟ لا ليست كذلك بالمقارنة مع صيغة البروتين تايتن فإنه لا شيء هذه الصيغة أطول كلمة في أي لغة في العالم تحتوي النسخة الإنجليزية على أكثر من 189 ألف حرف وسيستغرق نطقها أكثر من ثلاث ساعات أخبرني في التعليقات إن أردت نطق هذه الكلمة جورج دانزيك عالم الرياضيات الأمريكي طالبا جميعيا تأخر عن الفصل وأخطأ في المعادلات المكتوبة على السبور كواجب منزلي بدأ الأمر أكثر صعوبة من المعتاد لكن بعد بضعة أيام تمكن من إكماله اتضح أنه حل مشكلتين غير قابلتين للحل في الإحصاء وكان كثير من العلماء يعانون من أجلهما أصبح جورج أحد أعظم علماء الرياضيات في كل العصور ومؤسس البرمجة الخطية قبل 1887 وقف جميع العدائين عند خط البداية بارتفاع كامل بانتظار الانطلاق كان العداء الأمريكي شارلز شيري العداء ثوريا لقد رأى ما يكفي من حيوانات الكنغر التي اندفعت على الأرض قبل أن تتحرك على الرغم من توبيخ الحكام والسخرية من المنافسين والمتفرجين فازت شارلز على الفور بالسباق والآن جميع العدائين يبدأون بنفس الطريقة المزيد عن الرياضة أعتقد أن جميع يعرف شاكيل أونيل الرجل الضخم وعسطورة كرة سلة خلال السنوات التي قضاها في الدور الأمريكي للمحترفين سجل حوالي 30 ألف نقطة لكنه صنع مؤشرا واحدا من ثلاثة مؤشرات فقط لقد سجل 22 رمية فقط ثلاثية من مدى طويل لأنه كان طويل القمر إذا قمت بطي ورقة 42 مرة سيصل ارتفاع الكوم إلى القمر 51 طي والورقة تصل إلى الشمس وإذا قمت بطي ورقة في النصف 103 مرات على التوالي فإن سمك الورقة سيتجاوز حجم الكون المعروف 93 مليار سنة ضوئية ومع ذلك من غير المحتمل أن تتمكن من طي الملاءة 5 أو 6 مرات على الأقل هل تعتقد أن هناك ضرائب كثيرة في بلدك؟ كان هناك الكثير من الضرائب في التبت في بداية القرن العشرين عندما كانت التبت مستقلة مؤقتا كان هناك حاجة إلى المال وفرضت دالا إلى ما ضرائب على كل شيء بما في ذلك حفلات الزفاف والأطفال والغناء والرخص ودق الأجزاص وقرع الطبول بل كانت هناك ضريبة على الأذنين والأنف إجمالا كان هناك ألفين نوع من الضرائب في التبت فيتامين A في الجزر مهم للبصر جيد مع ذلك لا توجد علاقة مباشرة بين تناوله وحسن البصر بدأت أسطورة البصر المثالي والجزر في الحرب العالمية الثانية طور البريطانيون رادارا جديدا يسمح للطيارين برؤية القذفات الألمانية في الليل لإخفاء وجود هذه التكنولوجيا وزعت قوات الجوية البريطانية منشورات تفيد بأن هذه الرؤية كانت نتيجة لنظام حمية الجزر للطيارين بعد سنوات عديدة لا تزال الأسطورة تصدق لا يقع مكتب البريد دائما على الأرض جزر البهامة لديها مكتب بريد تحت الماء فانواتو لا تزال لديها واحدة كان الملك القديم مثراداتس خائفا جدا من القتل لدرجة أنه شرب كمية صغيرة من السم كل يوم حتى طور مناعة ضد جميع السموم المعروفة في ذلك الوقت عندما غزى الرومان منطقته وهزموه حاول تسميم نفسه لتجنب الوقوع في الأسر لكن بما أنه اعتاد على السموم لم ينجح مع ذلك كان لديه خادم شخصي قام بناء على أوامره بطعنه بسيفه هناك العديد من الوفيات المؤلمة لكن الأسوأ يعتبر أن يتم امتصاصه في توربين الطائرة أخبرني في التعليقات إن سمعت عن ذلك من قبل لا شرف رانس كافكا القليل من الأعمال خلال حياته أثناء مرضه الشديد طلب من صديقه ماكس برود حرق جميع أعماله بما في ذلك العديد من الروايات غير المكتملة بعد وفاته لم يبتثل برود لهذا الطلب ولكنه على العكس حارص على نشر أعمال كافكا نتيجة لذلك اكتسب كافكا شهرة لا تصدق بعد وفاته في أدب القرن العشرين شارلوك هومز مرتبط بخصم وعصى وقبعة والقول المأثور ابتدائي عزيزي وأتسون لكن في أعمال أرثر كوناندويل لم يتم ذكر هذه العبارة على وجه التحديد انتشر لاحقا في الأفلام والمسرحيات والمسرحيات الإذاعية تعلم أن الكوالة حيوانات أسترالية تحب الأوكاليبتوس لكن هل تعلم أن بصماتها تشبه لحد بعيد بصمات الأصابع البشرية؟ أحيانا يأخذها علماء الطب الشرعي عن طريق الخطأ كدليل في مسرح الجريمة إذا كنت بحاجة لمعرفة الوقت فإن الدخول إلى الكازينو ليس خيارا لا توجد ساعة والنوافذ مغلقة ومظللة والكازينوهات مفتوحة على مدار 24 ساعة يتم ذلك حتى لا يتمكن العميل من التحكم في الوقت فيبقى لفترة أطول ويبذر أمواله الثلج مهم جدا للأسكم لدرجة أن هناك حوالي 200 كلمة له في لغتهم مثلا أبود ثلج ملقى على الأرض قانات التساقط الثلوج أكليكوك يتساقط الثلج بلطف بيت نورتوك عبارة عن غطاء ثلجي مناسب للزلاجات وما إلى ذلك كل ذلك لأن الثلج مهم للغاية بالنسبة لهؤلاء الشماليين وعامل دائم في بيئتهم ومصدر لمياه الشرب ومادة لبناء الأكواخ ثلجية لا ينبغي استخدام تعبير عمر بلزاك للإشارة للنساء فوق سن الأربعين أو الخمسين والتي نشأت مع رواية بلزاك امرأة من الثلاثين وهي مناسبة للنساء بين ثلاثين وأربعين السنة في بلدان رابطة الدول المستقلة تعتبر بلتيكا بيرا متواضعة إلى حد ما لكنها لا تباع هنا فقط مثلا بدأ بيع بلتيكا في المملكة المتحدة في 2003 بينما تم وضع هذه العلامة التجارية في السوق كقوة فائقة وتم بيعها بسعر من 6 إلى 7 دولارات لكل زجاجة سعة نصف اللتر كانت أغلى بنسبة 15% من جليس الإسطوري المظلم في المكتبات العامة في أوروبا في العصور الوسطى كانت الكتب مقيدة بالسلاسل إلى الرفوف كانت هذه السلاسل طويلة بما يكفي لإخراج الكتاب من الرف وقراءته لكنها حالت دون نقل الكتاب إلى خارج المكتبة كانت هذه الممارسة منتشرة حتى القرن الثامن عشر بسبب القيمة الكبيرة لكل نسخة من الكتاب إن رائحة الأرض الرطبة التي نشمها بعد هطول الأمطار هي المادة العضوية التي تنتجها البكتيريا الزرقاء والبكتيريا الشعاعية التي تعيش على سطح الأرض في 2003 أصدرت نيوزلندا عمولات معدنية بقيمة 50 سنة وعليها صور فرودو، غولوم، أراغون، سورون وغيرهم وهم شخصيات من سيد الخواتم وتم توقيت ذلك مع إصدار الجزء الثالث في القرن السابع عشر كان للجيش السويدي قوات موف لكنها استمرت فقط حتى المعارك الأولى غادر الموف الجبان صاحة المعركة عند أول علامة على وجود خطر حقيقي بعد بضعة قرون في ثلاثينيات القرن الماضي حاول الجيش السوفيتي تدريب الأيل على حل مشكلة قدرة سلاح الفرسان على المرور عبر جريد الدول الإسكندرافية وفنلندا تم اختبار الموض واعتياده على صوت إطلاق النار لكن التدريب لم يتتمل في الوقت المناسب لحرب الشتاء في 1939 وأصبح من الواضح أن سلاح الفرسان وخاصة الموض لم يكن له مكان في القتال الحديث كان السلتيون وهم شعب قديم في أوروبا يؤمنون بشدة بالحياة الآخرة لدرجة أنهم يقرضون المال بشرط إعادته في العالم الآخر أتساءل إن أعاد أي شخص للمال؟ كل يوم يولد أشخاص في كل العالم باستثناء الفاتيكان نحن مدينون بالتصميم المميز لتشوبا تشوبس إلى سلفدور تالي قام الفنان الإسباني العظيم برسم شعار بزهرة الأحوان وبقي شكله المعدل قليلا حتى يومنا هذا إذا رفعت مثال الفارس ساقيه الأماميتين هذا يعني أن الفارس مات في معركة وإذا كانت ساق واحدة مرفوعة فهذا يعني أن الفارس مات متأثرا بالجروح وإذا كانت أرجل الحصان الأربع على الأرض يعني أن الفارس مات موتا طبيعيا مع ذلك هناك تناقضات مثلا يصور الفارس البرونزي مع رفع الأرجل الأمامية على الرغم من وفاة بطرس الأكبر بسبب المرض الطويل الأمد الدجاج طيور لكن لديها مشاكل واضحة في الطيران لا تطير مسافات طويلة وفقط مسافات قصيرة الحد الأقصى لوقت طيرانها 13 ثانية العديد من الطيور تضحك على الدجاج لمثل هذه المهارات نعلم جميعا أن الأسنان تنمو في الفم نعلم أيضا أننا نحصل على أسناننا مجانا مرتين في حياتنا ونعرف عدد الأسنان لكن هل تعلم أن الأسنان يمكن أن تنمو ليس فقط في الفم ولكن أيضا في أكثر الأماكن غرابة في الجسم مثلا في المبيض وحسب بعض التقارير حتى على الساقين والسبب هو الورم المسخي ورم يحتوي على أسنان وشعر وأعضاء وإجزاء من الجسم مكتملة التكوين لقد أرعب هذا الجراحين في الماضي وصدم حتى الأطباء المعاصرين وهذا ليس مفاجئا عيوننا عضو معقد بشكل لا يصدق أنا لا أتحدث فقط عن إدراك الألوان أو أي شيء من هذا القبيل المدهش أكثر هو أن أعيوننا ترى العالم رأسا على عقب وقد أثبت ذلك الفيلسوف وعالم الرياضيات الشهير ريني ديكارت قام بإسقاط صورة على شاشة ورقية من عين ثور مقطوعة وكانت مقلوبة وفقا لجميع قوانين الفيزياء ينكسر الضوء أثناء مروره عبر القرنية والعدسة لذلك ينعكس إسقاط الجسم المرئي ولكن لماذا لا نرى العالم رأسا على عقب؟ يجب شكر الدماغ على ذلك لأنه يصحح الصورة ويجعلها تتوافق مع الواقع أعتقد أنكم سمعتم جميعا عن سم مثل السيانيد يأتي السيانيد بأشكال عديدة ولكن جميع أنواعه غير العضوية شديدة السمية يكفي عشر جرام فقط لقتل أي شخص الحقيقة الأكثر إثارة للإذهاش هي أن البشر ينتجون ويمتصون السيانيد بأنفسهم باستمرار نمتصه بجرعات صغيرة مع أطعمة معينة كالتفاح والسبانق علاوة على ذلك يتم إنتاج السيانيد عن طريق التنفس يحتوي الشخص السليم على ما يصل إلى خمسين ميكرو جراما من هذه المادة لكل مئة جرام من الأنسجة مع ذلك لا يتركم في الخلايا ويتم التخلصونه بسرعة من الجسم لذلك من المستحيل أن يموت شخص من هذا السيانيد لا ينظم جسمنا كمية السيانيد داخل الجسم في حسب بل ينظم أيضا قوة عضلاتنا مرة أخرى لدينا العقل لنشكره على هذا وفقا للعلماء ينظم الدماغ باستمرار قوة العضلات وفي المواقف العادية لا تصل هذه القوى إلى الحد الأقصى مثلا إذا توترت عضلات الساقب كامل قوتها فإنها ستكسر الورك في الوقت نفسه في حالة الإجهاد الشديد وفي أقصى قدر من الأدرينالين تعمل عضلات الإنسان المعجزات يمكن لأي شخص رفع سيارة أو القفز على ارتفاع عدة أمتار أما بالنسبة للأوزان فوفقا لحسابات العلماء إذا كان من الممكن استخدام قوة كل العضلات دفعة واحدة يمكن للإنسان رفع وزن 25 طن التطور أسرع بكثير بما نعتقد ودرجة حرارة الجسم توضح ذلك جيدا إذا سئلت عن درجة الحرارة التي تعتبر طبيعية ستجيب دون تردد 36.6 درجة مئوية لكن إذا طرحت نفس السؤال على رجل من القرن التاسع عشر سيجيب على 37 درجة مئوية تم إثبات ذلك من قبل العالم كارل ويندريك الذي فحص 25 ألف شخص في عام 1851 وأثبت ذلك على مدار ما يقرب من مئتي عام كان هناك انخفاض بمقدار أربعة أعشار قد يبدو هذا وكأنه لا شيء وهامش خطأ لكن العلماء ليس لديهم شك الاختلافات موجودة والسبب في ذلك هو التغيير في البيئة التي نعيش فيها بما في ذلك درجة الحرارة في منازلنا وعلاقتنا بالكائنات الحية الدقيقة قد يبدو للبعض أن الشخص لا ينتج الكثير من اللعاب في اليوم لكن هذا بعيد عن الواقع ستندهش لكن الغدد اللعابية تنتج في أي مكان من لتر إلى 2.5 لتر من اللعاب يومياً هذا يعادل 5 إلى 12 كوباً صغيراً وسبب عدم اختناقنا بلعابنا هو أننا نبتلعه بشكل إنعكاسي باستمرار تتباطأ هذه الآلية في الليل لذلك يقلل الجسم من كمية اللعاب التي ينتجها لتجنب الاختناق لهذا السبب عندما يستيقظ الشخص في الصباح يشعر عادة بالجفاف في الفم والعطش أعتقد أنه ليس سراً أن التعرق ضروري لتنظيم الحرارة لأنه يبرد الجسم لكن هل تعلم أن التعرق ليس له رائحة في الواقع؟ يبدو هذا هراءً فجميعنا يعرف رائحة العرق الكريهة بالإضافة إذن بما أن العرق ليس له رائحة لماذا نحتاج إلى كل مزيلات العرق ومضادات التعرق؟ نعم العرق ليس له رائحة لأنه يتكون في الغالب من الماء لكنه يحتوي على أحماض تفرزها الغدد الجسمية تعمل البكتيريا التي تعيش على الجلد على تحليل هذه الأحماض فتطلق منتجاتها رائحة كريهة إذا قلت إنك لست حساساً فمن المحتمل أنك تكذب عندما يدعمنا شخص آخر فإننا ننطفد ونضحك ونضرب بشكل لا إرادي إنه أمر طبيعي إنه بمجرد أن بعض الناس يشعرون بالدغدغة بشكل كبير بينما يشعر الآخرون بذلك أقل يعتقد العلماء أن الدغدغة ظهرت في عملية التطور كوسيلة للحماية من الحشرات والعناكب وغيرها من الكائنات غير السارة التي تزحف على الناس ويمكن أن تؤذيهم المثير للاهتمام أنك لن تدغدغ نفسك لقد قدم الجسد كل شيء لذلك لن يعطي رد فعل لنفسه يخاف الجميع تقريباً من التعرض للدغدغة كما يخيف مشهد الدم قلة قليلة من الناس ولا بأس إذا كان دم شخص آخر لكن يخشى الكثير من الناس رؤية دمائهم وقد يغمى عليهم عند رؤية جرح جديد أو أثناء إجراء سحب الدم لماذا؟ يطلق عليه العلماء رد فعل وعائي مبهمي شديد الحساسية يرتبط بالإفراط في تحفيز العصب المبهم مما يؤدي إلى عملية الاسترخاء في الجسم يعتقد أن الإغماء عند رؤية الدم هو رد فعل دفاعي تطوري يبطئ معدل ضربات القلب من المفترض أنها آلية بقاء مثل تلك الخاصة بالبوسوم التي تتظاهر بأنها ميتة عند مهاجمتها بالمناسبة الخوف من الدم هو رهاب يسمى الهيموفوبيا يعتقد العديد من الخبراء أن نسبة الهيموفوبيا بين النساء أكثر من الرجال وعلى ما يبدو لا يزال الرجال أكثر شجاعة من النساء لكن هذا مجرد افتراض وليس حقيقة ماذا عن الحقائق؟ ابقى معنا لمعرفة الحقائق المذهلة عن الجسد الذكري والأشياء المثيرة للاهتمام المرأة ترضع لا يمكنك المجادلة في هذا لكن اتضح أن الرجال يمكنهم الإرضاع أيضا الرجال كالنساء لديهم غيدة ثدية يمكنها إنتاج حليب الثدي ذلك لأن الرجال ينتجون هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب تزداد كمية البرولاكتين عند الرجال أثناء الجوع مع تناول بعض الأدوية أو حدوث خلل في الغدة النخامية وما تحت المهاد بشكل عام هذا أمر غير طبيعي لكن بعض الرجال الأصليين في أمريكا الجنوبية لا يقلقون بشأن هذا فهم يرضعون أطفالهم دون مساعدة امرأة هل تسألت يوما لماذا نحتاج إلى تفاحة آدم؟ ولماذا يمتلك الرجال تفاحة آدم أكبر من النساء؟ واقعا تفاحة آدم أو البروز الحنجري هو مجرد نتوء على الرقبة يتكون من صفائح من غدروف الغدة الدرقية والتي تتمثل وظيفتها الرئيسية في حماية الحبال الصوتية الغدروف الدرقي مسؤول أيضا عن نبرة الصوت خلال فترة المراهقة يغير من زاويته إلى الغدروف الحلقي مما يؤدي إلى تكوين بروز الحنجرة وكسر الصوت عند الرجال تكون هذه الزاوية أصغر منها عند النساء لذلك يكون لديهم نتوء أكبر وصوت أقل أناشد الرجال إذا كنت تعيش مع فتاة ولديك مشاكل منزلية أو صعوبات مختلفة بشكل عام من المحتمل أنك تتفاعل معها بشكل مختلف أليس كذلك؟ بالتأكيد يمكننا اكتشاف المشكلة معا ولكن إذا نظرت إلى الرجال والفتيات بشكل منفصل فعادة ما يحاول الرجال الوصول إلى جوهر المشكلة بينما عادة ما تبحث الفتيات عن الجزء العاطفي هناك سبب لذلك الحقيقة هي أن اللوزة الدماغية عند الرجال في النصف المخي الأيمن تعمل في هذه اللحظة بينما يعمل النصف المخي الأيسر للمرأة ومن هنا تأتي الطريقة المختلفة عظام لقد أثبت العلماء أنه كلما زاد تدريب الرجل أو تمارينه كلما أصبح هيكله العظمي أقوى وأضخم تقوية العظام هي استجابة الجسم لزيادة التمرين والنشاط يستخدم هذا المقاتلون المحترفون الذين يقصون أذرعهم وأرجلهم حتى لا يخافوا في المستقبل من صد أو رمي ركلة منخفضة في الساق من ناحية أخرى لا ينصح بمشاركة الفتيات في مثل هذه التمرين بسبب الخصائص الهرمونية تميل عظام نساء إلى أن تصبح أكثر هشاشة مع تقدم العمر مما كانت عليه في شبابها لذا لا تقدر على تحمل تدريب القتال قلب حجم قلب كل شخص هو حجم قبضته وبالتالي فإن قلب الرجل العادي هو بالتأكيد أكبر من قلب المرأة العادية بالمناسبة يطلق على القلب اسم المحرك لسبب ما إنه المحرك الحقيقي الذي يولد الطاقة في يوم واحد ينتج طاقة كافية لقيادة 32 كيلو مترا في السيارة وإذا استهلكت كل الطاقة التي تدخها عضرة القلب طوال حياتك هذا يكفي للطيران إلى القمر والعودة ليس لديك فكرة عن مدى قوة شعرنا تعتمد قوة الشعر على العرق بينما يعتبر الشعر القوقازي الأضعف والشعر المنغولي الأقوى في الواقع يمكن وصف شعر ممثلي جميع الأعراق بأنه قوي للغاية يمكن لشعرة بقطر 0.05 سنتيمتر أن تحمل وزن 100 إلى 200 جرام وهذا يعادل تفاحة وإذا كان الشعر مربوطاً أي خصلة ضيقة جداً يمكنك تعليق وزن يتراوح من 12 إلى 20 طن ولن يتكسر الشعر ليس من المدهش أن يقوم بعض الأشخاص فعلياً بسحب السيارات بشعرهم ولكن ما زال مدهشاً مدى قوة الشعر بالمناسبة شعر كل شخص لديه بنية فردية لكن بشكل عام لديه بنية مماثلة لدينا جميعاً بصمات أصابع استثنائية ربما تعرف ذلك لكن هل تعلم أن بعض الناس ليس لديهم بصمات على الإطلاق؟ هؤلاء الناس لديهم خاصية تسمى وهي نادرة بشكل لا يصدق لا يوجد سوى عدد قليل من الأشخاص في العالم بهذه السيما المدهشة ليس لديهم جزء من المعلومات البيومترية ويساعدهم ذلك في مسرح الجريمة وهم مرتاحون من تعرق راحة اليد من ناحية أخرى الميزة رائعة لكن الأشخاص الذين لديهم هذا النوع ليسوا سعداء جداً فأحياناً لا يمكنهم الحصول على مستندات مهمة دعنا نعود إلى مصورة بالكاميرا ها هي سفينتنا أو بالأحرى سفينة حاويات إنها تبحر تجاه الشاطئ ويبدو أنها فقدت مكابيحها من الواضح أنه لا يوجد رصيف بحري قريب والسفينة على وشك الاستضام بالشاطئ وتدميره ربما لا بمعجزة ما تمكنت من التوقف على بعد بضعة أقدام فقط من الأرض ومنع وقوع الحادث ماذا عن هذه السفينة؟ الرصيف موجود لكن السفينة لن تتوقف حيث يفترض أن تتوقف فقدت السيطرة واستضمت بالرصيف بعد كل شيء لحسن الحظ سرعتها منخفضة وتمكن الناس من الفرار لكن إصلاح السفينة ورصيف سيكلف الكثير من البهل حسنا كان ذلك متوقعا لكنك لن تخمن أبدا ما الذي سيحدث هنا لا توجد عوائق والسفينة تبحر بسلاسة لكن فقط للوهلة الأولى وفي ثانية يحدث شيء غريب تبدأ السفينة بالتدلي من جانب إلى آخر وتصطدم بالدعامة وينهار فوقها جسر كامل أنا شخصيا لم أتوقع ذلك لنشاهد المزيد من السفن قرر مصور الفيديو ركوب دراجة مائية قرب سفينة الحاوية لا أعرف لماذا يبدو أنه أراد إحساس جديد حسنا لقد حصل عليها عندما بدأت محركات سفينة بسحب الدراجة تحتها وبمعجزة ما فقد تمكن النجاة من المراوح الحادة وظل سالما آمل أن لا يفعل ذلك مرة أخرى ما الذي قد يحدث أثماء السقوط المظلي؟ ربما فكرت في عدم فتح المظلة صحيح لكن هذا لم يحدث هنا رجل يهبط بهدوء نحو الأرض ولا شيء ينذر بالخطر لكن فجأة تنقطع المظلة على ارتفاع بضعة أقدام من الأرض كان السقوط قويا لكن من الجيد أنه حدث قرب الأرض لو كان على ارتفاع عشرة أو خمسة عشر مترا لكانت مأساة لكن ماذا عن هؤلاء المظليين؟ لم تكن لديهم مشاكل مع مظلاتهم كانت هناك مشكلة في الطائرة حيث استدمت بطائرة أخرى وكان على جميع القيام بقفزة طارئة لكن هذا لا يحدث كل يوم لكن الأهم هو أنهم نجوا بما في ذلك الطيرين الذين كانوا مستعدين لهذا يبدو أن هؤلاء الأشخاص كانوا يركضون عبر خط السكة الحديدية محاولين الوقوف أمام القطار لكن انتظر في الواقع كانوا ينقذون أنفسهم وذلك لأن سيارتهم علقت على خط السكة الحديدية وقبل ثوان من الاتضام تمكنوا من الخروج ما الخطأ هنا؟ نعم السيارة خلف الحاجز لكن إنها ليست على خط السكة الحديدية من غير المرجح أن يتم ضربها لكن فجأة السائق بدأ القيادة لسبب ما عندما كان القطار مسرعا إنه أغرب قرار قد يتخذه أي شخص كان الاستضام لا مفر منه لحسن حظه أنه استضم بالمقدمة ولم تسحق السيارة بالكامل لا تصطدم القطارات بالسيارة فحسب تتصادم أيضا مع بعضها وهذا ما حدث هنا قطاران يتجهان نحو بعضهما يمكننا رؤية مسارا متصلا ويبدو أن القطار الثاني يجب أن يتباطأ قليلا ولكن ليس اليوم حدث تصادم قوي لكن على ما يبدو بدون ضحايا شاهد كيف قفز سائق القطار مدركا أنه لا يوجد شيء يمكنه فعله المشاكل قد تكون في أي مكان وقد تأتي من العدم تماما مثل هنا كان سائق يقود بهدوء على طريق ريفي في أستراليا ودخل في سحابة غبار ورسوء الحظ استضم بشاحنة هكذا تحدث المشاكل فجأة مجددا كان هذا متوقعا لكن يستحيل أن تخمن ماذا سيحدث هنا كان رجل يحاول أداء جزء من الرقص وكان يقفز فوق قدمه وماذا سيحدث سوف يكسر ساقة أم أنه سيسقط نعم لقد سقط ولكن بطريقة غير عادية انظر كيف سقط على الأرض كيف حدث ذلك هل كان يوجد ورق بدلا من الأرضية ماذا برأيك قد يحدث هنا لو كنت مكانك لا أجبت أي شيء هذا صحيح لكن يبدو لي أنه لا يمكن لأحد أن يتخيل أن الزجاج سوف ينفجر بين هدايه من الواضح أنه لم يضربه ولم يلمسه بأي شيء بل قرر لوح زجاج أن يتحطم بنفسه إلى عشلاء فناء خلفي عادي لمنزل في جنوب أمريكا الأطفال يصبحون وأمهم تقرأ كتابا وتسترخي على الأريكة ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث حسنا مثلا قد يقرر فرع ضخم أنه سائم من كونه جزءا من شجرة إن سرعة رد فعل المرأة لا تصدق فقط تجنبت لإصابة في الثانية الأخيرة وكيف سوف تسترخي بعد مثل هذا الحدث القطة دائما ما تقع في المشاكل قررت هذه القطة التسلق عبر الفتحة الموجودة في الجدار لكن لم يكن يوجد هناك طريق للعودة حاولت القطة التمسك لكنها للأسف انسلقت لكن ربما كانت هذه خطتها هابطت بسلام وركضت قطة أخرى خلفها ربما كانت صديقتها وأرادت أن نزول إليها دون تضيع الوقت في نزول الدرج تصور كاميرا المراقبة غرفة الطعام ما الخطأ الذي قد يحدث؟ هل سينفجر شيء ما؟ أم أنها سوف تشتعل؟ ماذا عن انهيار السقف وسقوط قطة من الأعلى وخروجها من هذا المكان العين؟ لقد كنت مخطئا بكلمة السقف فقد سقطت بعض الصناتين أعتقد أنني أعرف الآن كيف سقط هذا الراقص على الأرض يحب العديد من الناس الأمواج حتى بدون لوح ركوب الأمواج يمكنك الاستمتاع لكن ليس عندما تكون الأمواج هكذا هاج البحر وقام بتدمير إجازة كل الناس لم يقتصر الأمر على تبلل كل شيء فحسبا سحبت الأمواج الكثير منها وكان على السياح إنقاذها عند سقوط شاحنة بضائع يبدو الأمر كاليا نصيب ما الذي يمكن أن يكون هناك؟ وقود متفجر أثاث للنقل بضائع للمتجر أو أبقار كانت هذه الشاحنة تنقل بضائع غريبة صحيح؟ أنا شخصيا لم أتوقع هذا لكن بعيدا عن المزاح أتمنى أن الأبقار لم تتأذى يبدو لأنها بخير فقد وقفت إحداها على أقدامها النار دائما مخيفة إنها لا تدمر فقط ما يوجد داخل المبنى إنها قد تؤدي إلى تدمير المبنى بالكامل وأنا لا أتحدث عن حقيقة أن المبنى قد يحترق أحيانا يحدث هذا في البرازيل بسبب حريق إنهار مبنى شاهق على الأرض تماما كأحداث الحادي عشر من سبتمبر لكن يوجد بعض المباني يجب أن يتم هدمها من قبل الناس كان هذا العامل يهدم إحدى الألواح لكن من الواضح أنه بالغ في ذلك من الجيد أن لديه رد فعل سريع وإلا لكان من الممكن أن يتأذى أعتقد أن ما رأيناه في هذا الفيديو كان مهارة ورد فعل وليس مجرد حظ هذا هو الحظ عندما تعبر الطريق على دراجة هوائية في المكان الخطأ وتكاد تصدمك سيارة مسرعة الآن أوقف الفيديو مؤقتا وفكر فيما سيحدث هنا هل ستتدحرج السيارة للأسفل لكنها ستتمكن من التوقف قبل السيارة مباشرة؟ أم أن هاتان السيارتين سوف تصدمان بعضهما البعض؟ هذا لن يحدث ما حدث هو أن الشخص كان تحت السيارة هل توقعت ذلك؟ تبين أنه كان يصلح هيكل السيارة طوال الوقت يبدو أنه نسي فرملة اليد وكاد ذلك أن يكلفه حياته إنه محظوظ لأنه استطاع الخروج هل أنت تحب البلياردو؟ عليك أن تعترف أنه شعر لطيف عندما يسدد خصمك تسديدة سيئة وتكون الكرة بجوار الحفرة كل ما عليك فعله هو تسديدها بعناية حتى المبتدئ أو الطفل يمكنه القيام بذلك إلا إذا كانت الحفرة محمية ببعض القوى السحرية كما في هذا الفيديو أعني كيف لم تسقط؟ كيف بقيت على الطاولة؟ ألديك أي تفسير لهذا؟ الضيوف غير المدعوين مزوجون دائماً خاصة الحيوانات قد يحدث أن تقوم بمغادرة المنزل ويكون ثعبان أو عنكبوت أو دب بانتظارك كمثال الدب الذي في هذا الفيديو من المرجح أن يخيف الأم أكثر من الإبن وهو في الواقع كان هو الخائف الطفل كان بخير لكن ذلك منطقي لأن لديه دب أسود على قميسه ربما كان يحلم بلقائه لكن هذا الرجل لم يريد دقاء الدب أبداً كان الدب يختبئ قرب منزله فاضطر الرجل للعودة سريعاً وتأمين جميع الأقفال حتى لا يدخل المفترس إلى الداخل عندما تتقاتل الكلاب يكون المشهد غريباً هذه الحيوانات تقاتل حتى النهاية حتى عندما يكون الاتصال الجسدي مستحيلاً ستنبح على بعضها حتى تفقدوا صوتها الصراع لفظي على وشك التحول لقتال حقيقي لكن لن نراه ويبدو أن الكلاب كانت خائفة من أن يصل الأمر إلى ذلك فتفرقت لكنها تبادلت نباح الوداع هناك حرفياً عشرات ومئات الألاف الفيديوهات المشابهة لهذا لا يوجد شيء غير عادي طريق سريع سيارات وسائقون ما الخطأ الذي قد يحدث؟ لكنك لن تعرف أبداً ما ينتظرك على الطريق السريع مثلاً سائق غريب يقرر التوقف على الطريق مباشرة السيارة الزرقاء ثم كاد المصور أن يصدمه لكن كان رد الفعل هو الذي أنقذ الجميع لابد أنك تحب الألعاب النارية لكن هل أشعلتها بنفسك من قبل؟ أتمنى أنك لم تفعل ذلك كهؤلاء الأشخاص رغم أن الأمر يبدو طبيعياً جداً لقد أشعلوا الفتائل وبدأت الألعاب نوعاً ما لكن هذه فقط البداية فجأة الألعاب النارية قررت أن تضرب كل من حولها حرفياً حسناً وما الخطأ هنا؟ أطلق رجال الألعاب النارية وتطيرت الشحنات في السماء وكل شيء كما ينبغي أن يكون لكن انتظر لقد بدأ الجنون الألعاب النارية أصبحت مجنونة وبدأت في الانفجار على الأرض لحسن الحظ لم يتأذى أحد لكن المنطقة بدت وكأنها منطقة حرب هذا الفيديو من نوعي أي شيء يمكن أن يحدث في الثانية التالية قد تسقط الفتاة من العمود أو تتمزق ملابسها أو قد يسقط شعرها المستعار هذا غير متوقع حسناً لا تزال هناك احتمالية أن أحدكم قد يظن ما سيحدث في الفيديو السابق لكنك لن تستطيع أبداً تخمين ما سيحدث هنا كل شيء هادئ لا أحد يمشي لا أحد يطير مجرد مرآب ومجموعة من الأشياء المختلفة بما في ذلك وعاء الماء الضخم هذا في وقت ما ينفجر وتنسكب كل المياه أتساءل كيف يمكن أن يحدث ذلك وربما يكون هذا أغرب فيديو ستشاهده اليوم يظهر منطاض فجأة ويقوم بهبوط اضطراري خارج منزل أحد الأشخاص مباشرة وهكذا يبدو الأمر من الخارج إنه منطاض مختلف وهبوط اضطراري مختلف لكن الأهم هو أنه نجح مجدداً أعتقد أنه عندما رأاه صاحب المنزل لم يصدق عينيه إحدى الشاحنات عالقة في شيء ما لكن الشاحنة الثالية تأتي من خلفها وتتجاوزها وتعلق بهذا الشيء أيضاً لكن لماذا؟ وما هذا؟ على أي حال؟ هل يحاولون إفساد بناء الطريق؟ هكذا قد يبدو الأمر لكن في الواقع هذا طريق مفيد للغاية فهو مسار خاص للفرملة الطارئة غالباً ما تتعطل فرامل الشاحنات ويتعين على السائقين التوقف بنفس الوقت عدم الإضرار بأحد يسمح هذا الممر لهم بإجراء فرملة طارئة ناعمة إلى حد ما وإنقاذ ليس فقط حياة شخص ما ولكن أيضاً صحته لقد كان لدينا بحر الأمواج اليوم والآن حان دور الكائنات البحرية ها هو لكنه ليس صحيحاً هل يوجد مثل هذه المخلوقات في البحر؟ بعيداً عن المزاح كيف أتت البقرة للبحر؟ كيف كانت داخل الماء؟ لماذا لم يكن الأمر كما لو أنها أتت للإسترخاء؟ أليس كذلك؟ كما تبين أثناء المد العالي جرفت لجزيرة المجاورة لكن البقرة الذكية تمكنت من العودة للأرض عن طريق البياه الضحلة هذه ليست ثانية قبل الكارثة بل بضع ثوان قبل الكارثة هل تعلم ما قد يحدث على هذا الطريق الإسترالي العادي؟ الدليل أمامك مباشرة شاهد النباتات تتأرجح هناك رياح قوية للغاية وحاويات نفايات هذه تمر بوقت عصيب حقاً في النهاية سقطت بل وإن أحدها طارت بينما تطير حاوية أستراليا تستمر حياة المكسي يحضر طباخ الطعام وينتظر الضيوف طلباتهم ويسقط السقف أجل لدينا مشاكل في السقف مرة أخرى للمرة التي لا تحصى لكن الأمر منطقي يبدو أنه انهار بسبب النار التي كانت تستهدفه مباشرة أنا مندهج أنه بمعجزة ما لم يحترق السقف قبل هذا بكثير إذا قررت فتح مطعم مماثل فأنت الآن تعرف المزيد عن السلامة تفسد النار الأشياء دائماً فهي تجعل السقف يسقط أو تحرق شعر الإنسان حسناً هذا لم يحدث لكن كذاً يحدث ولاحظت الفتاة كيف اجتعل مجفف الشعر في يديها وأنقذت شعرها والآن كيف ستجففين شعرك يا حلوة هكذا يظهر الرهاب في ثانية واحدة قد يحدث أي شيء قد يشتعل مجفف الشعر أو ينهر السقف أو تتعطل الفرامل أو يمكن أن يتجمد الماء شاهد هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام يتجمد الماء حرفياً بين يديها خلال ثوان فقط تتشكل قطعة كاملة من الثلج في الزجاجة أكان الماء أكثر دفعاً في الثلاجة؟ من هنا يعرف الفيزياء؟ إذا كنت تعرف كيف حدث هذا أخبرني في التعليقات مجدداً لدينا ماء لكن هذه المرة في حوض السباحة رجل يفعل شيئاً بجوار الحوض والكلاب تجري حوله ولا شيء قد يحدث بشكل خاطئ لكن شاهد ذلك بنفسك إنه فشل مفاجئ بالمعنى الحرفي ولكن بفضل هذا الفشل أدرك صاحب الكلاب أنها ستهب لإنقاذه فوراً دون تفكير البابا فريستايلر مارشيل تمت دعوته في عرض حيث يمكنه مشاركة تجربته بالأداء المقفة وقد أحضر الرجل كتابين خاصين معه إلى العرض لكن بعد أن طلبت المقدمة منه أن يؤدي عرضه بإسلوب حر لم يستطع الضيف سوى قول بعض كلمات ثم أصيب بالصدمة والذعر وتم إنقاذه من هذا الموقف المحرج عندما عرضت عليه المقدمة أن يقرأ من كتابه بدلاً من أسلوب الإلقاء الحر المريع فشل الراديو الأخطاء التي تحصل بالبث المباشر للراديو إما أن تكون تلعثم أو تردد حيث أننا لا نرى مقدمين راديو بل نسمعهم فقط وحيث أن هناك كاميرا في الاستوديو لم تتلعثم هذه الفتاة بل كانت تتأرجح على كرسيها حتى سقطت عنها هل سبق وقيل لك شيئاً مثل أنك ستقع من مقعدك إن بقيت تضحك بهذا الشكل؟ أعتقد أن لا أحد قد أخذ هذه المقولة على محمل الجد حيث أنه قول مجازي فقط ولكن اتضح أن ذلك ممكن فعلياً ففي عرض مباشر جعل المضيف المرأة التي تمت دعوتها للعرض تبحك بشدة حتى سقطت في النهاية على الأرض كانت الصحفية تعد تقريراً مع شاب على مزلجة مائية وقد بدأ كل شيء على ما يرام حتى بدأ الشاب بالتحرك لم تتوقع الصحفية ذلك وسقطت مباشرة في الماء أما المقدمة في الاستوديو اكتفت بالضحك فقط في جنوب غرب إنجلترا محمية لونغ هيل قدم طاقم الفيلم لتصوير أغنام الكاميرون كانت الصحفية تتحدث إلى موظفة في الحديقة وفجأة اقترب الحيوان منها أظهر الفيديو أن الصحفية قد لمست الكبش وبعدها لكم الموظفة على ساقها ثم انتقل إلى المصور وأدرك الرجل أنه من الممكن أن يهاجمه لكن مع الكبش لا ينبغي أن تزيل الحماية فعندما رفع المصور يده نطحه بقرنه سقط المصور على الأرض متألما ضحكت الفتاتان واعتذرت الموظفة قائلة إن الكبش في الحديقة أصبح مفرطة ثقة بنفسه المراسلون بشر في النهاية والعمل الجاد يجعلهم متعبين كيف يظهر تعبهم؟ حسنا قد سائمت هذه المراسلة كثيرا حيث خلطت ما بين الطعام والميكريفون وبدأت بثها على قطعة من اللحم لا بأس فشكل قطعة اللحم هذه شبيهة جدا بالميكريفون لم يكن من الصعب الخلط بينها أما هنا فمراسل آخر شارد الذهن كان متحمسا جدا لقصته الخاصة لدرجة أنه بدأ البث مباشرة بالفطر أو بالأحرى مضرب على شكل فطر ومن المسل رؤية رد فعل الرجل الواقف أمامه كان مصدوما بشكل واضح وستطاع أن يكتم ضحكته لم يفهم المراسل ذلك الخطأ لفترة طويلة واستمر بالتحدث عن طريق الفطر رشاش ماء جاءت المراسلة جيني ميلكوسكي لحديقة المياه من أجل تصوير قصة عن حيتان الأوركا المحلية لكن عند التصوير يجب عليك أن تكون حذرا لكن جيمي والمصور قرران مجازفة وأخذان لقطات بجانب بركة السباحة وخلال التصوير سبحت إحدى حيتان الأوركا تجاه الحافة وصبت تيارا قويا من الماء على الصحفية والمدربة فبادى العرض وكأنه ملحمة وأصبح فيلما لا ينسى عليك أن تختار موقعك بعناية حتى لو أنك كنت تقوم بتصوير تقرير في الشارع هذه المراسلة تعرف ذلك عن كثب لذلك ذهبت لجانب الطريق كانت السماء تمطر وبرك المياه منتشرة في كل مكان ومع ذلك لم تكن النهاية متوقعة حيث غمرتها سيارة عابرة بمياه الأمطار الموحلة لم تكن المظلة لتنجح في حمايتها أخبرتك أنه عليك اختيار المكان المناسب للتصوير لكن ذلك لا ينجح دائما في الواقع في العام الماضي توجهت المراسلة ناديجدا سيريوزكينا إلى سباروهيلز في موسكو لإعداد تقرير عن التقصي المتوقع في إبريل كان المكان رائعا ما الذي حدث فجأة؟ حسنا من الممكن أن يقطع البث كلب تولى أمر الميكريفون وأخذه بعيدا مما اضطر المراسلة إلى اللحاق به فتمت مقاطعة البرنامج لفترة وجيزة وعندما استأنفت المراسلة برنامجها لاحظ المشاهدون علاقة وطيدة قد بنيت بينها وبين بطل القصة لم يصاب أحد بأنياب هذا الكلب فقط الميكريفون مراسل بي بي سي أراد إعادة استخدام حرفية لصوص حديقة هاتون الذين نفذوا أكبر عملية سرقة في تاريخ بريطانيا فقد حفر اللصوص عدة ثقوب في الجدار الخراساني للوصول إلى القبو وإخراج الأشياء الثمينة هناك حاول المراسل تقليدهم لكنه لم ينجح وللأسف لن يتم تجده في تلك العصابة لأن الرجل عالق في الحفرة مثل وين الدبدوب كيف يمكن لشخص ما أن يخفق بشكل فضيع؟ ماذا عن السقوط في وسط مدينة وأمام الكثير من الناس؟ لكن هناك خيار أروع هو الوقوع بطريقة مضحكة في منتصف المدينة وأمام عشرات آلاف المشاهدين أثناء بث مباشر هذا بالفعل ما حدث لهذا المراسل أنهى بثه سلم ميكروفونه وبدأ بالرقض بعيدا لكن العداء فشل وتعثر وسقط في منتصف الطريق يجب أن نتفهم الأمر أنه كان في عجلة من أمره خلال الحجر الصحي أراد هذا الشيف أن يشاركنا بعرض مباشر عبر الإنترنت عملية الطهي في مطبخه لكن في البداية كان كل شيء يجري بشكل جيد كان يخبرنا كيف يجب أن يحضر الطبق وما الذي يتضمنه طبقه فجأة بدأ المضيف والمشاهدون يلاحظون النار خلف الرجل الميشفة التي ألقاها على الموقد اشتعلت فيها النيران مباشرة بدأ المتابعون بالصراخ لكن الشيف لم يكن منتبيها وبدأ بتحميس الخبز لحسن الحظ سمع الصراخ أخيرا وأنقذ مطبخه أجر الصحفيون مقابلة مع رجل في الشارع لكن الشيء النادر هنا هو اقتراب رجل غريب من المراسل والرجل الآخر وقام بتقليد صوت حيوان اسمع ذلك ماذا تعتقد؟ هل هذا أفضل صديق له؟ حيث قرر السخرية أم أنه رجل المدن المجنون؟ كان المراسل كاميرون تاكر ينقل بهدوء قصة إخبارية على جانب الطريق ولم يكن هناك أي أشيرة لوجود أي مشكلة لا شيء في الحقيقة ما حدث ليس للمراسل بل لشاب ظهر في الكاميرا على زاوية المنزل في أكثر اللحظات غير المناسبة اتضح أنه ليسون قد سرق زهرة شخص ما ولهذا أحدث تلك الجلبة في بعض الأحيان يتعين على المراسلين تصوير قصص إخبارية خطيرة وكان لهذه المراسلة نصيبها في تصوير دب حقيقي بدأ هذا الدب فضوليا يحاول لعق وشم عنق الفتاة لكن سرعان ما هاجمها لحسن الحظ تم إنقاذ المذيع في الوقت المناسب وها هي قصة إخبارية غير ناجحة أيضا تتعلق بالحيوانات البرية هذه المرة بطلة القصة هي الزرافة لم تؤذي الفتاة لكنها كانت تضايقها باستمرار ربما كان الأمر ممتعا وكانت تريد بعض المرح تظهر لقطات مختطفات من قناة رياضية كولومبية أحد المذيعين يعلن شيئا للجمهور ويعود لمقعده ومجرد أن جلس حدث سقوط غير متوقع وقعت الشاشة على أحد المذيعين يمكنك أن ترى أن الرجل قد تم استضامه بالطاولة ولا داعي للقلق فقد خرج مصابا بردود وكدمة على أنفه هناك الكثير من الحوادث من الممكن أن تقع خلال تصوير القصص الإخبارية الرياضية وهك حادثة أخرى سلوك أحد المقدمين يوحي بأنه تحت تأثير الاستيديو ولهذا السبب يبدو أنه متوتر للغاية وسرعان ما اتضح أن الرجل ليس متوترا بل متحمسا جدا لدرجة أنه قد أغمي عليه ليس كل حماس يظهر على الشاشة يقتصر على الإغماء ففي بعض الأحيان يحدث خطأ ما يبدو أن الرجل في الوسط قلق للغاية يبدو متيبسا ومباشرة اتضح السبب حيث يحثه الرجل الجالس أمامه على الوقوف ويمكن لجميع المقدمين والجمهور أن يروا كيف فشل الرجل حسنا لقد شاهدت بنفسك كيف يمكن أن يحصل أي شيء على الهوى لكن قد يتفاجأ الناس ليس فقط بالإخفاقات ولكن أيضا بالقدرات المذهلة هل تتذكر التحدي القديم حيث كان عليك أن تصل لسانك حتى أنفك؟ أعتقد أن كل واحد منكم شربه وعرف أنه من الصعب جدا القيام به فقد فينوم يمكنه فعل ذلك بسهولة حسنا وهذه الفتاة من UFA الروسية التي غزت جمهورها ولسانها بهذا الشكل في فمها يمكنها فعل ذلك أيضا مع ذلك فليس من المستغرب أن تصبح مدونا تتحدث باستمرار إلى الجمهور لم تكن قادرة على إبقاء فمها مغلقة منذ أن كانت طفلة بإمكانها أن تنهي ألذى شيء بأمان من قاع كوب من اللبهن إنه لأمر رائع أن تولد شخصا مميزا قادرا على القيام بأشياء لا يستطيع الآخرون القيام بها على أي حال لا تخمن كيف يبدو الأمر يمكنك فقط كتابة رسالة إلى هذا الشخص يمكنه بسهولة رفع ساقه أعلى من لاعبي جمباز وثني ذراعه بحيث يبدو كما لو أنه كسرها ووضع إحدى عينيه على الجانب الذي بالكاد يمكن رؤيته وتحريك إصبعه خلف راحة يده تحت العظم وبإمكانه ربط إصبع عيني في كل تقدميه معا إذا كنت قد مارست تمريرا صحيا يجب أن تكون على دراية بالتمرير التي تقوم فيه بتمديد رقبتك على ما يبدو هذا هو الشيء المفضل لهذا الرجل لأنها أطول رقبة رأيتها في حياتي واقعا لم أعتقد أن هذا الجزء يمكن أن يكون طويلا اضغط على زر الإعجاب إذا حاولت أن تمد رقبتك كما فعل بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أنه يمكن شرح مستخدمي تيك توك السابقين بطريقة أو بأخرى أو مساواتهم بالأشخاص العاديين فقد أعددت لهم هذا بشكل خاص إنه يذهل عقلك وإدراكك بالكامل للعالم البعيد هذا الرجل لديه أيدي بدلا من الأرجل يبدو بطل الرواية في الفيديو غريبا بشكل كبير ومن النظرة الأولى منذ الثواني الأولى من الفيديو لا زلت أتساءل كيف يشعر هذا الرجل بساقيه يعني هل يشعر بها مثل اليدين أم لا؟ ماذا تعتقد؟ ما التالي بالنسبة لنا لا يحدث شيئا مثيرا لكن فجأة هل رأيت ذلك أيضا؟ هيا إنها حماقة من الصعب تصديق أن الشخص العادي يمكنه أن يضغط على عينيه ويجعلها كعيون الزواحف لكن إذا كان هذا صحيحا فأنا لا أعرف كيف أعلق على شيء من هذا القبيل لقد رأيت الكثير من الأشخاص الذين يرتدون عدسات ملونة من الزواحف لبعض الأحداث التنكرية أو لمجرد أن يبدو غير عاديين لقد كان لهذا الرجل مثل هذه العيون منذ الولادة أود معرفة المزيد عن ذلك هل يؤلمه أن يغير عينيه بهذه الطريقة؟ في الواقع هل يمكن أن يكون زاحفا حقيقيا؟ إذا كنت تريد أن تعرف المزيد لنذهب إلى هذه الفتاة التي تحرك عينيها إنها واحدة من تلك التي من الأفضل لها الرؤية مرة واحدة بدلا من السماع عدة مرات لقد كنت أنظر إليها منذ فترة ولا أفهم هل هذا حقيقي؟ أم أنه تم خداعي كتلميذ وآمنت بفيديو مزيف بسيط؟ بالحديث عن تلاميذ المدارس يجب أن نقول للفتاة أن تصبح معلمة في المدرسة أو أن تراقب في الامتحان لن يستطيع أحد الغش بالتأكيد كما تقول بطلة الفيديو التالي إنها تحب فقط إظهار خصوصيتها لكل من حولها في مرحلة ما أصبحت مفتونة بها أكثر من بقيتنا لأن رد الفعل مما تراه جعلها تضحك انظر ماذا يمكنها أن تفعل علقت الفتاة لسانها في حلقها سيبدو هذا غريبا لكن اليوم بعد كل هذه المقاطع لا أعتقد أنه سأتفاجأ بأي شيء آخر وفي كل فيديو تالي أكرر نفس الشيء واو بطل رواية التالي في هذه الحلقة يتفاعل بنفس الطريقة التي أصيب بها عندما رأى شخصا يعبر ممرا ولا ينظر في أي اتجاه حسنا بكل جدية هذه قدرة أخرى لن أرفضها لماذا؟ يعد التعبير عن مشاعرك بصحبة أصدقائك أمرا رائعا وأكثر فعالية وافتعال نكاتي على انفراد مع نفسك وتسجيل مقاطع فيديو تيك توك الفريدة والقيام عموما بالعديد من الأشياء هل سبق أن رأيت ما يمكن أن يفعله لاعبو الجنباز؟ كيف ينحنون ويمدون أرجلهم أو أذرعهم أو أجسادهم أو أي شيء آخر؟ أحيانا ترى رجالا كهؤلاء في عروض المواهب يدخلون في صندوق صغير بعسادهم كلها الآن إذا كانوا جميعا بحاجة إلى سنوات من التضريب فإن هذه الفتاة من تيك توك كانت بحاجة فقط إلى الولادة منذ الولادة يمكنها ثني أطرافها بساوية تبدو غير واقعية ولا يمكن تصورها أما هذا الشاب فيقوم بأشياء عديدة بيديه يهزهم حوله كما لو كانوا عصي كما لو لم يكن لديه حتى عظام أو عضلات بالمناسبة هل تعتقد أن الطريقة التي يلف بها ذراعه بهذا الشكل تجعله أقل عرضة لكسر شيئا ما؟ إذا كسر ذراعه فسيكون قادرا على تحريكها والقيام بحركات مثيرة كهذه بنفس السهولة أم أن نهايته ستكون مأساوية؟ شاركني أفكارك في التعليقات كيف تتخيل إنسانا بأربعة أصابع على يده؟ أعتقد أن صورة شخص فقد إصبعه بالخطأ تتبادر إلى الذهن على الفور أليس كذلك؟ لكن بعض الناس يولدون بدون إصبع واحد في أيديهم ويبدو الأمر هكذا غير عاديا أليس كذلك؟ أذهلت هذه الفتاة تيك توك بميزتها الفريدة ألا تعتقد أن يودا ذا جيدي ميستر لديه نفس اليدين تقريبا؟ من المحتمل أن يكون هذا ما يشبه الهجيم بين شكل الأرنب والإنسان لا الحقا هذه الأسنان ضخمة ستكون موضع حسد كل القوارض إنه لغز كيف حصل على أسنان أمامية مثيرة للإعجاب يمشي ويريهم للعالم كله بلا خجل بعد كل شيء لن يتمكن من إخفاء هذه الأسنان الكل يريد أن يكون أصغر سنا هذا ينطبق بشكل خاص على الفتيات اللواتي يمضغن سنوات إضافية من النظارة باستخدام مستحضرات التجميل لكن كل جهودهم لا تقارن بمهارات هذه المرأة كيكوكست الأمريكية وجدت طريقة لتبدو أصغر بأربعين عاما تبلغ من العمر أكثر من سبعين عام وفقا للمرأة كل هذا ممكن بفضل عصير عالي سرية يساعد في الحفاظ على مظهر جيد بالطبع ربما يكون كل شيء مزيف وهي تعبث مع الجمهور لكنني ما زلت أؤمن بالتحول المعجزة ماذا عنك؟ أنت تعرف تلك التحديات حيث يحاول الناس وضع أكبر عدد ممكن من الأعشاب مفاصيلة الخبازية في أفواههم أعتقد أنها هواية مفضلة لمستخدمي تيك توك القادم من الولايات المتحدة من المحتمل أن يكون للفتاة أكبر فم رأيته في حياتك أعتقد أن لديها فمن أكبر من أفلام الخيال العلمي أو أفلام الرعب اسمها سمانفة غالبا ما تعرضت للتنمر في المدرسة بسبب هذا الشيء وهو أمر منطقي لكنها وجدت طريقة لتحقيق الدخل من ميزتها وتعيش الآن دون أن تتذكر الماضي لقد دخلت كتابة كينيس بصفتها صاحبة أكبر فم في العالم هل تعلم ما هو اللون المغاير؟ هذا ما تفتخر به هذه الفتاة غير العادية إنها ميزة يكون فيها لون قزحية العين غير متساون يمكن أن يكون هناك اختلاف في اللون بين العينين وكذلك اختلافه في ألوان القزحية نفسها كثير من الناس يضعون العدسات ويعملون مع الإضاءة أو المؤثرات أثناء التصوير لكن هذه الفتاة تتمتع بجمال نادر وهذا مدهش قد يجعلك هذا الفيديو تقفز من مقعدك هل أنت شاهز؟ هل كنت تتوقع ذلك؟ إنها مهارة حقيقية أن ترمي رأسك للخلف هكذا لكنني أفضل عدم القيام بهذه الحيلة كيف تعبر عن تصفيقك؟ يمكنك التصفيق بيدك يمكنك الخداع ومحاولة تصفيق بقدمك أو استخدام كتفيك لكن قلة من الناس يمكنهم فعل ذلك هذا رجل واحد منهم انظر إلى أي مدى يمكنه أن يجمع كتفيه معا لأنه ولد بحالة نادرة جدا ولد بدون عظم الترقوة إنها ليست أجمل الأمراض لكنها طريقة ريعة لمفاجأة الجمهور بالنظر إلى هذه الفتاة إذا كنت تعتقد أن هناك فلترا في الفيديو جعل عينيه تتحركان بشكل عشوائي فإنها ليست كذلك إليك مقطع فيديو بدون فلاتر وعينها تستمران في الجري ذهابا وإيابا وذلك لأنها لديها رأرأة إنها الحركات غير المنضبطة والإيقاعية لمقال العيون أحيانا كما قالت هي نفسها يمكن أن تكون أكثر تكرارا وفي أوقات أخرى يمكن أن تكون بالكاد ملحوظة ولكن على أي حال فإن هذه الفتاة غير قادرة على تركيز نظرتها على شيء ما أنا شخصيا أعرف العديد من الأمثلة لأشخاص يسهل عليهم كسر العظام أو جرح أنفسهم حرفيا حركة واحدة مهملة والإصابة تتم لكن هنا حالة مختلفة هذه الفتاة تلمس وجهها وتتعرض لكذمات على الفور يبدو أن لديها أنحف بشرة على هذا الكوكب يجب أن يكون شيء مثل العظام السجاجية هل تعرف هذه الظاهرة؟ هذا الرجل هو رجل العنكبوت الحقيقي إذا اشترى بعض الأدوات وزي سيبدو كأنه بطل خارق حقيقي على الأقل كبهلوان أتعرف الشعور عندما لا تستطيع حك ظهرك بشكل صحيح خاصة المنطقة المحيطة بكتفك هناك أوقات تمشي فيها إلى الحائط وتبدأ في الاحتكاك مع ذلك هناك شيء مفقود حسنا هذا ينطبق علينا نحن الناس العاديين لكن بطل الرواية مختلف اعتاد أن يتحكم شخصيا في كل ما يتعلق بظهره خاصة لوحي كتفيه يستطيع تحريكهما كأنهما إصبعا أو قدما بالمناسبة إذا كان يصارع سيكون من المستحيل إبقائه على ظهره فإنه سيستخدم لوحي كتفه لرفع نفسه عن الأرض ومواصلة القتال بالتأكيد العديد منكم يحبون تقطقة مفاصل أصابعهم يحبها الكثيرون ويتمنى هؤلاء الأشخاص أن يتمكنوا من تقطقة مفاصلهم إلى ما لا نهاية إذا كنت أحدهم فسوف تحسد هذه القتال فبإمكانها تقطقة كامل جسدها أتمنى أن لا يكون العلماء مخطئين عندما قالوا إنه ليس ضرا أن تقطق مفاصل أصابعك هذا كل شيء أخبروني في التعليقات عن ميزاتكم وقدراتكم الفريدة شكرا للمشاهدة وراكم لاحقا